بما يحقق الرؤية اللي وضعها حضرت صاحب السمو يعني طبعا عندي مشكلة ببعض المحاور الخطة إنه منحت دور قيادي للقطاع الخاص ولكن أسست شركات بعيدة عن القطاع الخاص لقيادة هذه الخطة أو التنمية يعني هم مش دور الشركات اللي موجودة على أرض الواقع في حين إنه إحنا ممكن نشرك هذه الشركات ليش أبي أشرك الشركات مو بس فقط علشان أبي الشركات تكون قادرة على جد بالمستثمر المواطن الكويتي للعمل أيضا أبي يكون لها دور في تنويع القاعدة الاقتصادية إحنا عندنا دور القطاع الخاص جدا مهمش يعني القطاع العام حجمه ضخم وأعتقد دولة الكويت حسب تقرير مكنزي لديها أكبر قطاع عام على مستوى العالم وهذه مشكلة كبيرة لما يكون عندنا أكبر قطاع عام فالمصاريف كلها تقع على عاتق الدولة في حين إنه إحنا لما ندخل في موضوع الخصخصة ونمنح دور أكبر للشركات ونعدل قانون خطة التنمية لمنح دور أكبر للقطاع الخاص إذن إحنا سهلنا وقلصنا دور المصروفات على الدولة طيب دكتورة رغم يعني صدور الخطة لأن البعض يعني اعتبرها بأنها قص ولزق يعني ومثل يعني ذكرتي قبل قليل بأنها يعني يمكن مئات الصفحات وصلت الخطة أحد أعظام يسمى ذكر بأن الخطة فيها تقريبا إنشاء 14 مستشفى خلال سنة وتحدى يمكن الحكومة قال لو سنة واحدة إنشأتم مستشفى لكم الحق في هذا الجارب هل فعلا نقص ولا تقول هذه الخطة دكتورة؟ لا ما تقدر تقول قص ولا بشكل مباشر ولكن رد على موضوع المستشفيات لا تنسى الدورة المستندية عندنا في الكويت يعني أي موضوع أو أي مشروع يصطدم في دورة مستندية نسميه رد تيب اللي هو أن الحكومة في عندنا إجراءات معقدة جدا لتمرير أي شيء يعني ينامتها ودي أتكلم على بيل كليمتون في سنة 1993 لما مسك الحكم أول شيء تحدى في المواطن الأمريكي هو تحسين الأداء الحكومي ووضع خطة لتحسين الأداء الحكومي ونجح في تحقيق أفضل أداء حكومي من خلال فرق عمل ويمكن ياب أفضل المستشارين في موضوع تحسين الأداء الحكومي وربط الميزانية بشكل مباشر في كل مشروع حكومي وقلص دور الحكومة ومنح دور أكبر للقطاع الخاص ونجح في تحقيق هذا الأمر وفي شيء مهم جدا اللي هو قياس الأداء الحكومي اللي أعتقد جدا صعب ومعقد إحنا لحد الآن لا يعني في كثير من الدول أدوات قياس الأداء أداء وإنتاجية الجهات الحكومية لحد الآن غير متوفرة بشكل علمي طيب هذا الأمر يعني دكتورة ينسحب على موضوع البيروقراطية الحكومية الموجودة ليش الحكومة ما تضع الحلول يعني معالجة هذه البيروقراطية والدورة المستندية طويلة يعني دائما نسمع دورة مستندية طيب وين دور الحكومة سنوات طويلة حين نسمع هذا الكلام على فكرة موضوع البيروقراطية والدورة المستندية هي ليس تعديل قانون وخلاص تحتاج تتطلب تعديل حزمة من التشريعات واصدار حزمة من التشريعات وحزمة من القرارات ومراجعة القرارات الموجودة يعني بدل الترخيص يمر على 13 موظف ممكن يمر على جهتين أو ثلاث جهات وتنتهي العملية فالعملية ليس سهلة لما نتكلم على البيروقراطية الحكومية ليش محد قادر يحلها؟ لأنها هي مرتبطة ومتشابكة بأجهزة حكومية كثيرة وبحزمة من القوانين والتشريعات وبحزمة من اللوائح والقرارات فالعملية جدا معقدة شرباكة فهي عشان تحتاج إلى تضافر جهود جهات كثيرة ويعني نية حقيقية لتحقيق تقليص الدورة المستندية من خلال برنامج أو جهة معنية بهذا الشأن بشكل منفرد دكتور وصلنا إلى ختام حلقاتنا لكن إذا فيه من كلمة أخيرة وتوقعاتك يعني الاقتصاد الكويتي المستقبلك هو وجهة نظر؟ مرة ثانية أنا أركز على نقطة أهمية أن يكون هناك جهة معنية بالشأن الاقتصادي متخصصة بعيدة عن الجهات الرسمية عفوا للمجلس الأمة والحكومة هي حكومية ولكن تكون تعمل بشكل مهني متخصص إذا لم يتم وضع خطة بأسرع وقت ممكن لتنويع مصادر الدخل جدول زمني إذا لم يتم مراجعة خطة التنمية أيضا من خلال أنها تكون نابعة من الجهات الحكومية والأجهزة الحكومية رح نواجه مشكلة خلال فترة زمنية يعني إحنا نأمل ودائما نفرح عندما ترتفع سعر البترول ولكن يعني ما أعتقد أنه سيستمر بالارتفاع وما أعتقد أن الطلب العالمي سيستمر بهذه الطريقة لابد من أن يكون هناك آلية للتعامل مع التحديات في الفترة القادمة خاصة في ظل وجود أزمات مالية اقتصادية مستقبلا يعني نشوفها في الهورايزون القريب عموما وزيرة التجارة والصناعة السابقة دكتور رماني برسل شكرا جزيلا لك العفو شكرا يعطيكم العافية الله السلام مشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم أملا تكونوا قد استمتعتوا معي أراكم إن شاء الله في حلقات قادمة أستعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة